رح ننظر فيها بشكل عام على الحياة المهنية والعملية العاطفية الصحية إذا في أي أمور قانونية أنت بنتظارها رح نشوف شنو الرسائل اللي تطلع عشانك وأيضا هاي القراءة رح تكون حق الشمسي الطالع والقمري دائما الشمسي هو الأولى اللي إذا ما انطبق عليك توجه نحو الطالع والقمري هذا قراءة عامة ما رح تنطبق على الكل اللي تنطبق عليه ممتاز خدم منها النصيحة اللي ما تنطبق عليه رجاء نشوف فيديوهات ثانية يمكن تناصبك أكثر من هذه القراءة هنقول بسم الله ونبتبي شنو الرسالة لبرج الدلو في الحياة المهنية والعملية عندنا كرت التمبرنز إتعاد البرج الدلو أشوفه قاعد تحاول تجمع بين شيئين اتوازن بين شيئين في الفترة القادمة احتمال العمل والحياة الأسرية احتمال أيضا بين عملك الخاص والوظيفة أو أنت في وظيفة تريد بشكل تدريجي أو تكتيكي تنتقل إلى الأعمال الحرة تنتقل إلى مرحلة الرخاء تعرف أن حاليا في الفترة القادمة رح يتطلب منك توازن شيئين ممكن يكون داخل البيت وخارج البيت وظيفتين، تجارتين، فكرتين عندك لازم توازنهم وتوازنهم باعتدال عندك كارت برج القوس أوكي، عشان تحصل على عشر الخماسيات كن اللي في بالك أشوف أن أنت تتوقع مبلغ مالي كبير تتمنى في المستقبل أن تحصل عليه وسيأتيك فقط إذا قدرت أنك توازن بين خذلين الشيئين كارت برج الجوزاء العاشقين أيضا التوازن يقول لك هنا المسألة ليست مسألة اختيار لأنه عندنا أثنين ليست مسألة اختيار وإنما مسألة أن توازن بين الشيئين ما تنسحب ولا يقع من يدك لا الكوب الأول ولا الكوب الثاني الخيارات كلها اللي موجودة حاليا في حياتك المفروض أن تحافظ عليها تحافظ علي علاقتك مع الشريك احتمال أن بعضكم يكون ما يقدر يوازن ما بين علاقته الخاصة بالشريك الاهتمام اللي يعطيه حبيبه وأيضا إبداعه في العمل إنجازه في العمل هذا مطلوب منكم جدا في الفترة القادمة أن تحافظون عليه عادوا الموضوع أفضل ما عندكم منطاقة لأنه عندكم كارت السعادة الكاملة أنتوا في الطريق الصحيح أوكي وهذه مو مرحلة اختيار أنتوا حين في مرحلة موازنة الأشياء عندكم في حياتكم ولكن أيضا المطلوب منكم أن تخبون عن الناس اللي صاير ممكن شيء لازم نشاركه مع الناس لما نبتدي ننجح في مشروع لازم الناس كلهم يدرون الأهل كلهم يدرون لازم يعرفون بالضبط إش كثر إحنا ندخل إش كثر إحنا نصرف في الفترة القادمة مهم أن يكون عندك كارت أو طاقة التخبية مدارات الأمور مو كل شيء لازم يكون واضح للناس إهني يقول لك الناس مو لازم يعرفون عنك تفاصلك احتمال أنت بالعادة يعني برج الدلوم الأبراج اللي إذا يؤمن بشيء يسوي احتمال أن تؤمن أن يجب على أكثر خياراتك تكون واضحة وتكون أمام الملأ تكون صادق وصريح بشأن من أنت ماذا تريد أن تحققه ولكن في الفترة القادمة يا برج الدلو حاول أن تداري حاول أن مثل ما يقولون استعينوا على أموركم الكتمان لا تخلي لا تفرش حياتك أمام الملأ سنشوف إذا في أي رسائل عطفية للأصابيع القادمة عندكم كرت الزاهد الزاهد اللي يبحث عن النجمة النجمة هم أنت يا برج الدلو برج الدلو هو كرت النجمة عندنا الزاهد هو يبحث عن النجمة ولكنه يحصل على الخماص الصغير أحسك يا برج الدلو دائما وأبدا لا تحصل على توقعاتك تبحث عن شيء يحصل شيء ثاني خصوصا في الحياة العاطفية الشريكة اللي في بالك ما قاعد تحصله ما قاعد تلاقيه وإذا تعتقد أنك لقيته ما يكون حسب توقعاتك لا يناسب ويرقى لمستوى توقعاتك من أجل ذلك النصيحة لك أن تتمسك بمعتقداتك تتمسك بحلمك هنا لا تنسى الزاهد يبحث عن النجمة لا يوم من الأيام تفقد الأمل وتقول أوكي يمكن النجمة مو موجودة يمكن العلاقة اللي في بالي مع الشريك اللي في بالي يكون مو موجود لذلك أنا سأتخلى عن البحث عن النجمة وسأرضى بأي حد موجود لا ترضى بأنصاف الحلول لأنه عند الكرت الامبراطور وآخر رسالة بالضبط لأنه ليس كل ما يلمع ذهبا برج الدلو عليك أن تؤمن بهذا الاعتقاد أنه ليس كل ما يلمع ذهبا الكثير من الأشخاص رح يدخلون ويخرجون من حياتك وممكن هم يدخلون من أجل البقاء من أجل أن يبقون معاك ويبنون حياة الناس يدخلون حياتنا من أجل سبب يعطونك درس أو موسم فترة معينة ويرحلون أو من أجل البقاء في حياتك طول العمر مثل الأهل مثل الوالدين مثل الشريك اللي أنت في بالك ويقول لك لا تتنازل عن معاييرك عن الحب اللي أنت بيه لنفسك عن طريقة التواصل بينك وبين الشريك هنا أنت في بالك شيء معين نوع محيّا من الحب مو حب أي كلام مو حب اليوم يبتدي وبكرة ينتهي اللي قاعد تحصله في طريقك هو هاي النوع من الحب الناس اللي غير ثابتين غير جادين حبونك اليوم بعد كم يوم يتغيرون عليك خليك جاد مع نفسك خليك جاد مع نفسك ولا تتنازل وعرف أن كل الخيارات مو كل واحد هو يأتي ويعرض نفس عليك معناته أنه نية تصافية معناته أنه هو النجمة أبداً عند الخماس الصغير أكثر الأشخاص في الفترة القادمة رح يدخلون حياتك ما رح يستطيعون يقدمون لك اللي أنت تتمنى فلا تحس أنك مخربط ولا تحقد عليهم ولا حتى تتلوم نفسك أؤمن أن كل شيء لسببه إذا ما كان هذا هو الشخص المناسب المستقبل اللي تبينه ما قاعد يمشي معاه أوكي ما في بواجر أنه قاعد يمشي هنا يقولك لمتى رح تنتظر ركز ركز مو على الأشخاص اللي موجودين في حياتك الحين وما قاعدين يعطونك العلاقة اللي تب بها ركز على المستقبل أشوفوا هني الأمبراطور ينظر إلى الأعلى وفي باله كرت العاشقين حط في باله حط أمام عينه اليوم اللي سيلاق فيه محبوب يكون وفي ومخلص له يكون العطاء والأخ متساوي بينهم أثنينهم لا يريدون وأبداً لن ينفصلون أو يتنازلون عن بعضهم خلف عينك هذا الجانب نحن ننظر إذا فيه أي رسائل ثانية على الصعيد الصحي أو القانوني لبرج الدلو كرت الموت أنت مستعد أن تبدأ رحلة جديدة على الصعيد الصحي رمضان قادم يا برج الدلو احتوال أنك صالت فترة تفكر في الرجيم في تغيير طريقة تغذيتك ما أشوفك تشكو من أي أمراض مزمنة أو أي أشياء خطيرة في الفترة الحالية الحمد لله ولكن أنت تعرف أن هاي النوع من التغييرات أن الشخص باليوم بليلة احتمال أنه يكتشف أنه عنده ضغط مرتفع أنه عنده كليسترول سكر مرتفع فأنت جدا أشوفك في الفترة القادمة احتمال أنك تحاول تأجل الموضوع بعد رمضان أن تبتدي في فعلا التغييرات الحقيقية تجلب لنفسك واحتمال أنك رح تستغل رمضان من أجل أن أيضا تعدل طريقة تغذية ولكن من المستبعض عندك قلق في نفس الوقت عندك قلق مش من الأمراض نفسها عندك قلق أن يأتي العيد وأنت لم تتغير ما أدري ليش دائما أنت تبحث عن نيولك في العيد تجدد في شكلك ولكن تخاف أن لأن رمضان قادم والعيد بعد رمضان من الصعب عندك قلق أن من الصعب تغير طريقة تغذيتك في هذه الفترة المحدودة لأن التغييرات المطلوبة منك كبيرة أحني يقول لك لا تصارع نفسك خل الأمور مرتاحة لا تقعد تفكر كثيرا في الموضوع يأتي العيد وأنا لحد الآن لم أخسر الوزن لم كذا لم كذا لم كذا لا تنسى أن أنت طول السنة عندك وقت لماذا تحدد لنفسك فقط في رمضان أو بعد العيد أو أثناء العيد إلا أن تريد أن تظهر بشكل معين هنا يقول لك ريح نفسك لا تدخل في صراع مع نفسك في الفترة القادمة بخصوص شكلك بخصوص وزنك بخصوص أنا لحد الآن ما أنجزت شيء من الأشياء اللي أبيهم في حياتي القلق والتوتر والصراع الداخلي هو اللي احتمالي أثر على مؤشراتك الحيوية أكثر من التغذية نفسها السعيد القانوني عندك السيف الأول ظهر الحق وزهق الباطل إذا عندك محكمة أو جلسة استماع شيء في مركز الشرطة في الفترة القادمة رح يظهر الحق وإن كان لفترة ما أشوفها أنا عندنا السيف شوف وإن كان لفترة ما الحقيقة مخبأة لأننا عندنا كرت القيامة كانت مخبأة الحقيقة كان الموضوع مو واضح أنت الغلطان أنت اللي معاك حق ولا لا ولكن في الفترة القادمة مش هد حتى الموضوع قانوني ممكن يكون موضوع اختلاف بينك وبين الشريك وأهل الشريك موضوع في اتهام بينك وبين ناس سواء وصل للجهات الرسمية أو لم يصل وسترجح الكفة لمصلحتك أنت رح كلهم يعرفون ويتعظون أن أنت اللي كنت على حق أن الشخص الثاني هو الباطل هو المكار هو الاستغلالي هنا يقول لك واجه الموضوع بشجاعة عندما يأتيك أشوف أنه رح يأتيك باتصال أول اتصال يأتيك بخصوص أنه أحضر معنا يا برج الدلو إلى مناسبة معينة فيها الأشخاص اللي اختلفت معاهم إذا وصل الموضوع إلى الشرطة أو المحكمة رح يأتيك باتصهم في اكتعال أحضر معنا يا برج الدلو إلى كذا كذا مطلوب حضورك في أحد مش تكي عليك عندك اختلاف مع أحد أوكي سواء في شرطة أو في محكمة مطلوب أنك اجتماع رح تجتمع مع ناس أنت كنت مختلف معهم أوكي ولكن تأكد أن بكل أريحية سيف الحق سيظهر أن أنت غير غلطان أن الحق معاك أوكي وسيظهر الحكم من أجلك احتمال الموضوع كان موقف لفترة طويلة بسبب طول الإجراءات وتأخر وقت الإجراءات ولكن في النهاية السيف موجود سيقطع الوقت سيقطع الحقيقة كن قويا وواجه لما يأتيك الاتصال لا تخاف هذه هي النصيحة تجيب رجد دلو أوكي لا تفزع ودائما اعتبر نفسك أن أنت اللي على حق لأن أشوفك هنا فعلا أنت اللي على حق الأشخاص الثانين هم اللي ظلموك هم اللي تبلوا عليك رح أشوف النصيحة الأخيرة لبرج الدلو عندنا الرسط الراحة والاسترخاء جدا مهم لك في الفترة القادمة خصوصا على الصعيد القانوني والمهني لا تنسى أن على الصعيد المهني كان عندك أمرين لازم توازنهم تحفظ عليهم اثنينهم بدون أن ينكبوا من يدك أو يقعوا من يدك توازن أوكي وأيضا على الصعيد القانوني أو الاجتماعي رح تدخل أو أو يظهر الحق في موضوع عندك أنت مختلف فيه مع أشخاص لما أنت ترتاح لما أنت تكون نايم زين مسترخي أوكي لما تكون في فترة داير بالك على حالك من جميع النواحي عندما يأتيك أي موضوع ثاني يسترعي انتباهك أو اهتمامك ما رح تشعر بالقلق وما رح تحس بالجزاء هذه الرسالة هي أن تثبت نفسك داخليا يقول لك كلنا عندنا حاجة أساسية إلى أن نأخذ راحة أعرف متى تأخذ راحة من المسؤوليات الكثيرة التي تنتظرك في الفترة القادمة بما أن عندك شيئين تحاول توازنهم وأيضا من المواضيع التي تنتظر أن يخرج الحكم فيها